ثم مستشفى قنى العام بالتعاون مع نقابة الفرعية للأطباء بقنى ورشة عمل حول أساسيات الأشعة التلفزيونية بحضور مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين بكليات الطب من الجامعات المصرية المزيد في تقرير الزميل محمد همم في إطار سعي مستشفى قنى العام لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى عقدت ورشة عمل حول أساسيات الأشعة التلفزيونية في النساء والتوليد بالتعاون مع نقابة أطباء قنى والتي تهدف إلى تعليم الأطباء كيفية استخدام الأشعة التلفزيونية لفحص الحالات المرضية المتعلقة بالنساء والتوليد حيث تضمن نظريا وآخرا عمليا تم فيها تدريب الأطباء على تحديد العمر ومعدل النمو وحركات الجنين وفحص العيوب الخلقية وغيرها من الأمور المتعلقة بطب الجنين النهاردة كان عندنا يوم علمي ولقاء علمي في إطار اللقاءات العلمية التي تنظمها المستشفى قنى العام ونقابة أطباء قنى وكان النهاردة اليوم علمي بعنوان الأساسيات الأشعة التلفزيونية في طب الجنين فطبعا كانت برعاية نقابة أطباء قنى وتحت برضو رعاية رابطة أطباء النساء والتوليد التابعة لنقابة أطباء قنى فطبعا ده من ضمن الفعاليات اللي هي العلمية اللي يعني دائما تكرارها طبعا ليستفيد طبعا شباب الأطباء في محافظة جنة من هذه اللقاءات العلمية في إطار التعاون مع جامعة مستشفى قنى العام ومستشفى والنقابة ورابطة أطباء النساء والتوليد بمحافظة قنى وإيمانا مننا بالدور اللي احنا لازم نعمله في ان احنا ندرب شباب الأطباء يبدأ دينا نهاردة كورس النهاردة على مدار يومين إن شاء الله النهاردة وبكرة هنبتدي نديهم كورس أساسيات السنار في النساء والتوليد وكيفية التعامل مع الحالات الصعبة وكيفية التعامل مع الحالات الخطيرة بما يسهل إن احنا نوصل لتشخيص سليم للمريض وبالتالي بالآن نقدر نقدم خدمة كمان كويسة للمريض الشباب الأطباء هم اللي فيهم الأمل دلوقتي نحنا نطلع جيل من الأطباء متعلم كويس جدا وبياخد أهم المهارات وأساسيات المهارات اللي هتقدر تنفعه بعد كده في حياته العلمية والعملية إن شاء الله وإحنا لسه إن شاء الله إحنا معنا معاد بكرة كمان إن شاء الله تاني هندي بالتفاصيل إحنا النهاردة كنا نتكلم عن سنار الولادة والسنار أثناء فترة الحمل بالتفاصيل وعادناهم من الساعة 9 عن مدار على مدار دلوقتي يمكن 5 ساعات أو 6 ساعات بنشرح ولسه عندنا كمان تدريب عملي بكرة إن شاء الله كمان هنتكلم عن سنار في أمراض النساء وما يتعلق بأمراض النساء والتوليد وحنتكلم بردو بكرة بردو لدينا تدريب لمدة ساعتين 3 عمل إن شاء الله بإذن الله النهاردة جايين تدريب زي ما قال دكتور محمد لشباب الأطباء هناك مساش في القناة العام مع التعاون مع نقابة الأطباء بينا ورابطة أطباء النساء والتوليد خدنا كورسات نظرية ودهاتي هناخد ساعتين هندقون أو تدريب عملي على الحالات في القسم فوق من قناة محمد همام ديبا